لكيف يفكر الأهلي بخطوات مختلفة على مستوى المدير الفني أعتقد ممكن تظهر معاكم دلوقتي حالا على الصورة خطوات الأهلي ليوم الخميس المقبل لجنز التخطيط في النادي الأهلي رفض الطلب بايلر الأخير اللي هو قاله وكيله للجنة يوم الخميس بتأجيل المفاوضات لحين العودة من سويسرا واستكمال دورة أبطالة في القيال لا مش هنأجل مش هنستنى على المفاوضات اللجنة بقرار جماعي مع رئيس النادي المسؤول عن الكرة الكابتن محمود الخطيب رفضوا مسألة استمراره أساسا بعد أول أكتوبر وقالوا الوكيل وموافقينه أن يمشي نهائيا وبشكل محترم وأن يكرم مطلع أكتوبر قبل ما يمشي يعني طريقة تعامل فيلر بحسب مسؤول في الأهلي وتردد الرجل أثرت كل مخاوف مسؤول الأهلي أنه لا يقرر أي شيء بشأن مستقبله وبات غامضا وقلت أنا قصة الغموض دي قبل كده في مرحلة حاسمة للفريق في مشواره الأفريقي لكن عليز أقول لكم قبل ما أكمل النقطة دي أن الرجل لحد دلوقتي في النادي بيتعامل أنا بجهز لمطش الوداد أنا أفكاري لمطش الوداد ده اللي مخلي مسؤول الأهلي هو فيه إيه؟ إيه القصة أنت معنا ولا مش معنا فلو إحنا بيبدو المتوترين كده فشكرا شكرا جزيلا أنت مش معنا إحنا بنجيب واحد بديل بات التغيير حتميا ولا يمكن الموافقة على مجرد رحيله بعد نهاية المشوار الأفريقي يعني أنه يكمل شهر تاني دي ما بقاش احتمال قائم عند الأهلي لأنه مش عجبه الكلام ده اللجنة حددت عدة عناصر في الاختيار الجديد لخلافة فييلر هيكون مدير فني أجنبي دون جهاز فني مؤقت هيتواجد في القاهرة نهاية الأسبوع الجاري الخميس مثلا مع الإعلان عن رحيل فييلر هيكون الإعلان عن مدير فني يقدم مطلع الأسبوع الجديد على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي كبير يتكلم بقى ويجاوب على أسئلة ناس كتيرة جدا على الفترة الرهنة لجنة التقطيط حددت لأمير توفيق ثلاثة أسماء للتفاوض معها بالترتيب وفقا لتصنيف اللجنة بعد عرض مدير التعاقدات سيرا ذاتية عدة على اللجنة واللجنة اشترطت أن السيرة الذاتية تكون بترحب العمل في مصر والأهلي ولا تكلف خزينة النادي مبالغ غير مستحقة أو مبالغ فيها حتى وصول السيرة الذاتية إلى ثلاثة سيتم حسم كل الطلبات المادية لكل منهم حاليا لتوقيع أحدهم وإرسال تذاكر السفر والحجز ليتواجد في القاهرة نهاية الأسبوع الجاري دي المعلومات الخاصة بمدير فني النادي الأهلي المقبل إذا رحل ريني بايلر أوه مش هقولك 100% تبدو الأمور أنها رايحة نحية المية في المية لكن بما أنه لسه ما حصلش خلونا نستنى يوم الخميسة اللي جاي القرار النهائي من النادي الأهلي